أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة تؤكد دوما على أهمية الارتباط الوثيق بين الرياضة والتعليم باعتبارهما وجهان لعملة واحدة هدفها الأوحد الاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم البدنية ونشر مبادئ التلاقي والتعارف ومد جسور التعارف بين الطلبة والطالبات مشيرا سموه إلى أن التنظيم المستمر للأنشطة الرياضية والبدنية يوفر فوائد اجتماعية وصحية عديدة فهي لا تؤثر على اللياقة البدنية فحسب بل تغرس أيضا لدى الطلاب خيارات وأسليب حياة صحية وتجعل الرياضة أسلوب حياة جاء ذلك بمناسبة إطلاق وزارة شؤون الشباب والرياضة قريبا دوري ناصر بن حمد للجامعات للطلبة والطالبات في نسخته الأولى والذي يجتمل على الألعاب الجماعية وهي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وستشارك فيه نخبة من الجامعات الحكومية والخاصة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فرصة متميزة أن تقوم وزارة شؤون الشباب والرياضة بتنظيم هذا الدوري الهام وإشراك الطلبة والطالبات في نشاطات رياضية متنوعة بما يتوافق مع سياسات المجلس لعلى للشباب والرياضة في تأكيد الارتباط الوثيقي والمباشر بين الرياضة والتعليم إضافة إلى تحقيق جملة من الأهداف النبيلة التي سيكون لها مردودا آخر وهو تعزيز تلاقي الطلبة والطالبات وممارسة الرياضة وتابع اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أثبتت الرياضة أنها أداة فعالة ومرنة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة التي يختص جزء منها في ربط الجانب الرياضي والتعليم والصحة وهو الأمر الذي تمكنت من تنفيذه وزارة شؤون الشباب والرياضة من خلال هذا الدوري المخصص للجامعات وإرسال رسالة واضحة بأن الرياضة والتعليم لهما مرتكزات أساسية في محاور التنمية والمساهمة في بناء جيل من الشباب مليء بالحيوية والنشاط والصحة ترجمة نانسي قنقر